يا مساء الجمال ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا دايما بكل خير اهلا وسهلا بيكم مع وصفة جديدة من مطبخ نهد فاروق جوع الليل بقى وسنينه يطرب تعملوا بجوع اخر الليل ايه؟ احنا كنا جعانين وكان عندنا كل حاجة الا العيش اسكت انا؟ لا طبعا قلبت الشيف اللي في دماغي وطلعت لهم بأحلى فطاير تعالوا بنا نعمل الفطاير الهشة الجميلة بتاعتنا دي بحشوات مختلفة واكيد متوفرة في كل بيت لو مش عندك هتيها النهاردة ولازم تعملها لهم النهاردة الوصفة دي جميلة قوي قوي والمعجنات اللي هنعملها النهاردة دي هشة جدا جدا يا جماعة تعالوا بنا نبتديها مع بعض ونشوف مكوناتها ايه؟ هنستخدم بيتين هنحط عليهم نصف ملعقة ملح وربع ملعقة فلفل اسود وهندربهم بالشوكة وهننزل عليهم بحوالي كوباية من الحليب كوباية دافية وملعقتين كبار من زيت الزيتون او ممكن اي زيت تاني يكون كويس كمان انا حطيت بكت من الخميرة ونصف ملعقة سكر ورشة من الزعتر لو مش بتحبوا الزعتر ممكن تستغنوا عنه ولكن بيدي طعم حلو للعجينة بندربهم كده بالشوكة كويس تمام كده دلوقتي هنبتدي ننزل بالدقيق والدقيق ده طبعا ما نخول هننزل الاول بتلات كوبايات من الدقيق ونقلبهم كويس كده نحاول نعجنهم كويس وهنشوف اذا كانت العجينة بتاعتنا كويسة ولا هتحتاج تاني معانا دقيق انا ضفت شوية شوية هي يعني اخدت معايا حوالي كوباية الا ربع تاني يعني التوتل احنا استخدمنا حوالي 4 كوباية الا ربع من الدقيق طبعا بتضيفي شوية شوية لغاية ما تشوفي العجينة هتلم معاكي ازاي المهم لمينا العجينة بتاعتنا وعجلناها كويس خالص وفي الاخر ضفنا لها كمان ملعقتين تاني من زيت الزيتون المهم من عجنت اللي العجينة بتاعتي دي كويس خالص خالص طبعا انا فصلت الكاميرا لكن انا انتقمت منها فضلت اعجن فيها حوالي 5 دقائق وبعد ما عجنتها خالص خالص كده حطيت عليها كمان نص ملعقة من الزيت علشان الوش بتاعها يبقى طي وحلو معايا وحطيتها في فرن البتاجاز علشان تخمر اخدت معايا ساعة الا ربع علشان الجو كان ساعة معايا ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة حطيت عليها بصلة فرمتها كويس ناعم ونص ملعقة ملح ونص ملعقة فلفل اسود ونص ملعقة توم بودر وكمان حطيت نص ملعقة من السكر وكمان حطيت بيضاء كاملة ودي جماعة ملعقة مفرومة من الخضرة يعني كسبرة وملعقة كمان من الفلفل الاخضر مفروم حطيت عليهم يعني اخدت معايا حوالي 4 ملاعق كبيرة من البقصمات المطحون هنعجينهم كويس خالص كده زي ما بتكوني بتعملي طريقة الكفتة بالزبط لميت العجينة كده بتاعت الكفتة وبقت كويسها هتلميها لغاية ما تبقى متماسكة لو احتاجت نص ملعقة بقصمات تانية ممكن تدي فيها انا جبت الطبق ودهنت ودهنة خفيفة كده من الزيت وهبتدي اكور الكفتة اللي معايا دي اللي هي هستخدمها في الحشوة بنعملها على هيئة كور صغيرة كده بحجم اللمونة الصغيرة ويفضل ما تكبروش الحجم عن كده خالص يعني كل ما الصغار يكون احسن علشان الفطيرة بتاعتك يبقى حجمها صغير كده وحلو ما تكبرهاش طبعا هنشكل كل الكمية اللي معانا حطت معانا كمية كبيرة يعني كان فيها بركة استخدمناها وكمان فضل منها معانا تمام كده هنركنهم دلوقتي على جنب دي كانت فضلة معايا من خلطة تعصيج الفراخ اللي انا استخدمته امبارح معاكم في المكارونا اللي عملناها امبارح النجريسكو ممكن تشوفوا طريق تعصيج الفراخ دي في فيديو النجريسكو حطه لكم تحت الفيديو ده هنبتدي دلوقتي خلاص اللي عجينة اختمرت معانا وبقت زي الفل اخدت حوالي ساعة الا ربعة في الفرن طبعا الفرن يا جماعة كانت مطفية بس هي كانت دافية وكنا مغطينها كويس علشان تخمر معانا هنبتدي نقطعهم كده بعد ما دهنا الطبق بالزيت وإذنا دهناها دهنت زيت خفيفة هنبتدي نقطعهم على شكل كور صغيرة الكور دي هتكون اكبر من حجم اللحمة بحاجة بسيطة جدا جدا يعني اكبر من حجم كور اللحمة انتوا فاهمين؟ علشان طبعا احنا هنحشي الكور دي باللحمة فهي حجمها اكبر من كور اللحمة بحاجة بسيطة جدا مش بحاجة كبيرة يعني لان العجينة بتمط معانا خلاص احنا خلصنا كل الكور اللي معانا هم كمية حلوة على فكرة هتشوفوا دلوقتي بعد ما هيزيت حجمهم هيعملوا معانا صانيتين حلوين قوية هندهن الوش كده دهنا خفيفة من الزيت علشان يبقى طاري معانا ويبقى في الليكسابل واحنا بنفرده ونحشيه هنجيب صانية وندهنها دهنا حلوة كده بالزيت ادهنها كويس وبعدين هنجيب اول كورة كده من العجين ونفردها زي ما انتم شوفتم كده بالزبط ونحط في بطن الكورة الواحدة من الكفتة اللي احنا كورناها ونضغطها كويس شايفين بصوا لازم نلمها كويس بالحركة دي ونضغط عليها كويس كده علشان ما تفلدش معانا او ما تفكش وبنخلي طبعا التأفيلة تحت ناحية الصينية بناخد كل الكور العجين زي ما انتم شايفين هنعمل اكتر من حشوة دلوقتي دي الفراخ هنقفل عليها كويس خالص علشان ما تفكش مننا اعملوا مسافة بين كل كورة والتانية ويفضل تشكلوهم يعني كورة لحمة وكورة فراخ علشان اللي يحب ياخد ما تفضلوش تفكوا فيهم وتشوفوا دي فيها ايه ودي فيها ايه انتم مشوا بالترتيب واحدة لحمة وواحدة فراخ وحاولي تحافظي على نظافة ايدك علشان وانت بتلفي يبقى شكل العجينة نظيف وحلوة من برة انا بقولك حاولي ترققي العجينة على الاطراف علشان لما نقفلها ما تبقاش تخينها من تحت بضغط عليها بس في بطن العجينة كده بصباعي ده ميكس جبن يا جماعة جبنا شدر على جبنا رومي على كل الجبن اللي في التلجة لملميها واعملي منها احلى ميكس جبن واحشيه كده في بطن العجينة وهتبقى معاكي حشوة لذيذة جدا جدا للناس اللي بتحب ميكس الجبن وما بتحبش اللحوم انتو كمان ممكن تحشوب تعصيجة السبانخ او اي حاجة تحبوها ممكن تستخدموها في الحشوة انا دلوقتي عملت ميكس بين اللحمة والجبنة زي ما انتو شايفين وحشيت بيها يعني انا حطيت معا اللحمة جبنة بس قسمت الكرة بتاعت اللحمة طبعا نصين علشان ما تتمينيش معايا قوي وتفرقع مني وهي بتستوي عملت نفس القصة برضو في الفراغ حتى الكمية صغيرة من الفراغ وحطيت عليها ميكس جبن وحشب بيها العجينة وقفلتها كويس وكده الصانية الاولى بتاعتنا خلاص كملت جاتني فكرة بقى استخدم الصانية بتاعت الكيك دي اللي فيها رقبة علشان اعمل شكل برضو مختلف هجيب العجينة وهحط فيها اللحمة او الكفتة بتاعتنا وبعدين هحط عليها جبنة وهقفل عليها كويس خالص علشان ما تفكش مني لما تستوي لان الجبنة بيبقى فيها كمية من الرطوبة والمية لما بتحط في الفرن طبعا بتتبخر فبتطلع بخار جامد فممكن تفك معايا او تفرقع الكرة الحلوة بتاعتنا دي تمام بنادي الوش دهنا خفيفة خالص من الزيت وبصوا هنسيبه خمس دقايق بس مش اكتر مش علشان يختمر لا يعني علما العجينة ترتاح احنا مش عايزينها تخمر اكتر من كده ده كل كمية العجين بصوا بقى اللحمة فضل منها والجبنة فضلت منها دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هندهم بيها الصانية لما تستوي احنا دلوقتي حطينا الصانية في الفرن هكمل لكم بعد شوية علشان ما تطلق بطوش احنا حطينا في طبق فاضي كده علبة من الزبادي علبة صغيرة وعليها ملعقتين من معجون الطماطم المعجون ده احنا عاملينه مع بعض في القناة يا جماعة ده احلى واطعم معجون طماطم ممكن تعملوه احلى بكتير من اللي بتشتروه من الهايبر او الماركت بيبقى طبعا ريحته محدقة كده ومش حلو وبيمرر احيانا في الاكلات انا هحط لكم لينك تحت الوصفة دي في صندوق الوصفة او في الديكس كريبشن حطينا ملعقتين على الزبادي وكمان هنحط ملعقتين من الكاتشاب لسه احنا محطناش الكاتشاب احنا بنحط لسه في الصلصة حطينا ملعقتين كبار من معجون الطماطم يا جماعة على علبة الزبادي الصغيرة دلوقتي جيه معاد الصلصة والصلصة دي برضو احنا عملنا مع بعض هحطي لكم اللينك برضو في الديسكريبشن في صندوق الوصفة انا حطيت يعني من الكاتشاب حوالي ملعقة وكبيرة ونص انتو لو حطين تحط حابين تحطوا ملعقتين اوكي بس ما تكترش اكتر من كده لان الكمية دي فضل منها اصلا يعني ما خدتش كل الكمية دي بصوا انا حطيت الصنية بتاعة الفطاير الحلوة بتاعتنا دي في الرف اللي هو فوق خالص مش الرف الاوسط لا اعلى رف في الفرن حطيت واخدت معايا حوالي ربع ساعة على درجة حرارة 200 يعني على درجة حرارة عالية علشان ما تنشفش منك الفطاير لازم تحطيه على درجة حرارة عالية بعد ربع ساعة خرجت بالمنظر اللي انتو شايفينه ده علشان اديها وش جميل طبعا واحمر هحط لها الخلطة اللي احنا عملناها دلوقتي انا هدهنه كويس وحاولوا ما توصلوش الخلطة دي لجدران الصنية علشان ما تتحرقش معاكم في الفرن بدينهم دهنة حلوة خالص الخلطة دي برضو الزبادي هيخليلي العجينة ووش الفطاير يبقى طاري جدا معانا دلوقتي هتشوفوه هيبقى الوش طاري خالص معانا وحلوة انا خلاص كده ده هنتقل صانيتين علشان ما طولش عليكم بعدين هدخلهم في الفرن اه تحت الشواية ولا عليهم الشواية بس على درجة هادية مش على الدرجة الاخيرة بصوا بقى دول الاربع فطاير اللي فضلوا حطيتهم في الطبق الصغير ده اللي كان عندي وحطيتهم في الفرن تلعوا بالمنظر اللي انتو شايفينه ده شايفين قد ايه مورقة وجميلة وحلوة قوي الفطاير هشة جدا 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 العجينة دي يا جماعة صحية ومغازية جدا جدا للاطفال وللكبار طبعا ما احنا برضو محتاجين تغزية ولا ايه المهم الفطاير دي طبعا علشان فيها بيض وحليف فهي صحية جدا جدا كمان اللحوم اللي احنا استخدمناها ما فيهاش كمية دهون خالص زي ما انتو شايفين فحتى الناس يعني اللي عاملين انظمة غذائية ممكن ياخدوا وحداية من الفطاير دي او اتنين لان اغلبها طبعا حشوات خضار ولحوم ما فيهاش دهون تمام كده جبت بقى شوية من الجبنة الموزاريلا وحطيتها على الوش كده بالراحة خالص حطيت في الصينيتين ورجعتهم تحت الشواية مش هياخدوا معاكم اكتر من دقيقة ونص خليكم مرق بينهم وقوعد سيبوهم كده ولا كده لان الجبنة الموزاريلا بتتحرق بسرعة تحت الشواية زي ما احنا عارفين تمام فطاير جميلة ولزيزة يا جماعة انا بنصحكم لازم لازم تجربوها مستحيل مستحيل تشوفوا الوصفة الحلوة دي وما تجربوهاش تجربوها بجد على دمانتي هتعجبكم جدا 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 انا عايزة اقول لكم طعمها كان جميل في منتهى الجمال تنفع في تصبيرها او تنفع حتى لو هتديها لولادك في اللانش بوكس او تنفع لجوع اخر الليل واول الليل ونص الليل وكل الاوقات بتنفع لكل الجوع حلوة قوي وخفيفة على فكرة لو عملتوا فطاير جبنة ممكن تنفع للفطار او حتى في ساعة مغربية مع كوب بيت شاي حاجة كده واو شايفين قد ايه هشة وجميلة انا هستنى اوريكم بس شكلها ايه من جوة شكلها في منتهى الطعامة والجمال على فكرة ممكن تزودوا كمية الجبنة براحتكم انا محبتش زودتها علشان حبه اوريكم شكل العجينة اصلا ايه محبتش اخبيها بالجبنة ايه شايفين الطعامة يعني عايز اقولكو قوام العجينة دي اه شبيه جدا جدا بالكحك اللي احنا عمدين وعارفين الكحك السعيدي الفايش شبه القوام بتاعه بالزبط حلوة قوي بصوا على فكرة يعني طرية جدا جدا وهشة جدا جدا انا ولا غطيتها ولا حطيتها في كياس ولا اي حاجة شايفين طرية ومورقة ازاي حاجة في منتغى الروعة والجمال لو عايزين تحتفظوا بيها تحطوها في كياس تلاجة وممكن تحتفظوا بيها في الفريسر وتقعد معاكم فترة طويلة وتخرجوها على الميكرويف وتكلوها بألفة هانا وشفا كنت مبسوطة قوي معاكم النهاردة وبإذن الله هنتقابل تاني في وصفات جديدة ومتنوعة ومتميزة على مطبخكم مطبخ ناهد فاروق دمتم بكل خير وسحة وسعادة بتمنى من كل قلبي لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير عشان الفيديوهات بتاعتنا توصل لأكبر عدد من الأصدقاء والكل يستفيد معينا